أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نكون بشرح تفصيلي لبرنامج الروفس برنامج حرق ملفات الآيزو على الفلاش ميموري خليكم معنا لنهاية الفيديو وأكيد حبايبنا قبل ما نبلش الفيديو عطوني لايك عليه لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية وبحب ذكر دائما أنه في عمنا صفحة على الانستجرام بننشر فيها كل جديد بينزل على القناة أصدقائي مثل ما بنعرف لنحرق ملفات الويندوز أو نسخة الآيزو الخاصة بالويندوز على فلاش ميموري لحتى نثبتها على أي لابتوب أو كمبيوتر عندي يعني لتثبيت ويندوز على أي لابتوب أو كمبيوتر عن طريق الفلاش ميموري أنا بحاجة لبرنامج يسمى الروفس وطبعا هذا البرنامج فيكن تلاقوه على الانترنت بشكل مجاني على الموقع الرسمي الخاص فيه بإمكانك عن طريق محرك البحث جوجل تكتب RUFUS وتحصل على أول نتيجة البحث وبداخله تلاقي الموقع الخاص بالبرنامج ومن خلال الروابط الموجودة بنفس الصفحة فيك تحمل البرنامج لعندك على سطح المكتب وبعد ما حملنا البرنامج لعندنا على سطح المكتب نلاحظ أنه هي هي الأيقونة الخاصة فيه وطبعا هي أيقونة EXE قابلة للتشغيل مباشرة دون التثبيت بضغط عليها ضربتين وبتشتغل معي بالشكل التالي بالفترة الأخيرة شباب برنامج الروفوس صار في عليه تعديلات كثير وهي التعديلات أصبحت مفيدة جدا لتثبيت جميع أنواع نسخ الويندوز وهلأ رح نعمل شرح تفصيلي لطريقة حرق نسخة ويندوز 10 أو ويندوز 11 على فلاش ميموري بالبداية أصدقائي بقوم بوضع الفلاش ميموري بمنفذ اليو اس بي بالتالي بيعطيني اسم الفلاشة بهذا المكان اختيار نوع الإقلاع بتختار من هذا المكان الرجاء الاختيار قرص أو صورة آيزو تمام لأنه لحنا بدنا نحرق ملف الآيزو على الفلاش ميموري ومن هذا المكان اختيار بختار ملف الآيزو اللي موجود عندي على سطح المكتب أو بالدي أو بالإي بالبداية رح نفذ هذا الموضوع على ويندوز 10 وبعد ما اخترت ملف الآيزو بيعطيني هون خيارات صورة القرص بضغط عليها وبختار التثبيت القياسي لنظام التشغيل ويندوز وهلأ مننتقل لأهم نقطة أثناء حرق ملف الآيزو على الفلاشة مخطط التقسيم والنظام الهدف بالنسبة لمخطط التقسيم شباب عندي بداخلها الام بي آر والجي بي تي شو الفرق بيناتهم؟ في حال كنت عب تستخدم جهاز كمبيوتر قديم أو لابتوب قديم لا يدعم نظام اليو اي اف اي بالبيوس الخاصة فيه أكيد رح تختار مخطط التقسيم ام بي آر وبالتالي النظام الهدف رح يصير عندك بيوس أو يو اي اف اي أما في حال كانت اللوحة الام عندك أو جهاز اللابتوب بيدعم نظام اليو اي اف اي ضمن البيوس فاختار الجي بي تي بالتالي النظام الهدف رح يصير يو اي اف اي بدون السي اس ام وطبعا لحنا على القناة عمنا فيديوهات كتير على طريقة التعديل على إعدادات البيوس بجميع أنواع اللابتوبات وأنواع اللوحات الام وفي ملاحظة مهمة جدا تركناها بفيديوهين موجودين عنا بالقناة رح تلاقيهم بعلامة الدائرة البيضاء فوق أو بالوصف أنك ما بتقدر تفرمت الأقراص الصلبة على القرص أو ما بيخليك تقطعها بالتالي أنت لازم تنتقل بين الجي بي تي والام بي ار وأحيانا بعض المشاكل بتكون بعدم ظهور الفلاش ميموري أثناء تثبيت الويندوز بالتالي بدك تنتقل من الجي بي تي للام بي ار أو من الام بي ار للجي بي تي هذا الشي بيرجع حسب اللوحة لموجودة عندك وهلأ رح اعتبر أنه عندي اللوحة حديثة بالتالي أنا خطرت الجي بي تي بنظام اليو اي اف آي اظهار خصائص محرك الأقراص المتقدمة لا تعبث فيها وتركها متل ما هي أما بالنسبة لخيارات التهيئة تسمية وحدة التخزين إما بتغير اسمها وإما بتتركها متل ما هي بوضع الديفولت وهلأ مننتقل لنظام الملفات وحجم الكتلة هذا الشي بيختاروا برنامج الروفوس من تلقاء نفسه كذلك الأمر لا تعبث فيها لأنه رح تتوافق مع جميع اللوحات واللابتوبات بشكل عام وكذلك الأمر عندي إظهار خيارات التهيئة المتقدمة في حال كان هذا الخيار ما له موضوع عليه إشارة صح ضع عليه إشارة صح ليصير في عندي تهيئة سريعة وفي حال كنت حابب تغير اللغة الخاصة بالبرنامج بهذا المكان علامة الكرة الأرضية بتغير لغة التطبيق عندي كذلك الأمر الإعدادات الخاصة بالأبديت الخاص بالبرنامج فيك من هذا المكان تعدلها وفيك تتحقق من وجود نسخة جديدة من البرنامج وأخيرا عندي خيار البدء بضغط عليه تطلع لي هالنافذة هاي بيقل لي هل تريد تخصيص تثبيت ويندوز شباب أثناء تثبيت ويندوز وقبل الوصول إلى سطح المكتب في عندي عدة خيارات منها الخيارات الأقليمية منها اسم المستخدم وما إلى هنالك فيك تعطل هاي الأمور من هذا المكان وهي الخيارات بترجع لك أنت شو ما بدك بتختار أنا رأيي الشخصي لا تعبث فيها وتركها كما هي وقل له موافق أوكي هيك منبلش حرق نسخة الويندوز عشرة على الفلاش ميموري لحتى نثبت الويندوز على لابتوب آخر أو كمبيوتر آخر طيب شباب إذا أنا اخترت نسخة الآيزو الخاصة بالويندوز 11 شو رح يظهر عندي؟ رح يظهر عندك اسم ملف الآيزو ومخطط التقسيم والنظام الهدف نفسه اللي ظهر عندك بالويندوز عشرة أو بالويندوز سبعة ما رح يختلف شي يلي رح يختلف عند البدء فقط أمر واحد تخصيص تثبيت الويندوز في عندي إشارات صح وضعهم البرنامج من تلقاء نفسه على هدول الخيارين قم بإزالة متطلبات السيكوريتي بوت والتي بي ام وهذا الخيار مفيد جدا لتثبيت ويندوز 11 على الأجهزة التي لا تدعم الويندوز 11 كذلك الأمر إزالة متطلبات حساب مايكروسوفت عبر الانترنت وهذا الخيار ضروري جدا أثناء تثبيت الويندوز انت ما لك بحاجة لا للاتصال بالانترنت ولا لإضافة إيميل الهوتميل ضمن الويندوز باقي الخيارات فيك تختار اللي بيناسبك بشكل عام وهلأ نضغط أوكي لحتى تبلش الفلاشة بالفورمات ونسخ ملفات الويندوز عليها ملاحظة مهمة جدا رح تنمح جميع المعلومات الموجودة بالفلاشة بيعطيني تحذير انه رح تنحذف جميع المعلومات الموجودة على الفلاشة وبقله موافق ومتل ما أنا شايفين بلش نسخ ملفات الويندوز على الفلاشة بالشكل الصحيح وبعد ما بينتهي رح تتحول هاي العبارة إلى إغلاق وبالتالي بإمكانك سحب الفلاشة ونقله للجهاز اللي حابب تنزل عليه الويندوز شكرا لمتابعتكن أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية